اهلا بكم طلوع بطلبات الصفل الخامسة الابدائي في شرح درس الثاني من يونت ثري من الواحدة الثالثة. عنوان درس النهاردة ملابسي المفضلة. وخلنا بالك في نطق كلمة ملابس مش ملابس. يبقى ملابسي المفضلة. هنبدأ الدرس بالكلمات. عندي روب 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 اللي هو السوب. كفازات. كاستيوم. زي مناسبات. حزام. كراون. 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 تاج. باكت. باكت. اجيب. سباتت. سباتت. مناقط. سباتت. مقلم. سليفز. سليفز. اكمام. اجيبشان. اجيبشان مصري. информation. معلومات. شام النسيم. شام بالنسيم. پاپولر. شعبي او محبوب. فستفل. فستفل. مهرجا. فستفل. كمان عندي مفيد نقوش مطبخ مكتبة أو ممكن تشيل الأرض ونقرها على طول ملون درس فستان إساي مقال هدن مخفي ودن الزفاف هنكمل مع بعض أنا هندي الأفعال المنتظمة هندي بورو يستعير بورد بورو بورد سيليبريت سيليبريت سيليبريتد هل بريتد سيليبريتد سيليبريتد السيليبريتد كمان عندي وير يرتدي وير وير لير 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 Give يعطي give out No No Till يغبر told Till told Catch يلحق أو يمسك أو يصطر Code Catch code Catch code ننتقل إلى The important expressions and the propositions تعبيرات وحروف القرى الهمة Of course Of course بالطبع Look like a princess Look like a princess Look like a princess تبدو كأميرة It looks really cool It looks really cool تبدو جميلة حقا Made from Made from مصنوعة من Good grades Good grades درجات جيدة Traditional Egyptian clothes Traditional Egyptian clothes ملابس مصرية قديمة On her head On her head على رأسها On her hands On her hands في يديها A special festival مهراجين خاص A special festival A special festival On holiday On holiday في الأجازة Do a project Do a project يقوم بمشروع طبعا عندي نص الاستماع عندي هنا محادثة بين توماس وفارس Hi Faris Can you help me أهلا فارس ممكن تساعدني I'm doing a school project about Egyptian closing أنا بعمل مشروع مدرسي عن الملابس المصرية Can you give me some information هل يمكن أن تعطيني بعض المعلومات فارس قال له Hi Thomas أهلا توماس Yes of course نعم بالطبع What do you want to know What do you want to know عايز تعرف ايه أول حسنا What do you usually wear What do you usually wear يعني انت عادة بتلبس ايه I live in Sohaug أنا عايش في Sohaug محفظ Sohaug And it's usually very hot here وكمان الجو عادة بيكون سخون هنا Today اليوم I'm wearing shortness and t-shirt أنا لابي short way t-shirt Cool Can you tell me about some traditional Egyptian clothes ممكن تخبرني عن بعض الملابس المصرية التقليدية Oh sure Well Many men wear the gelabia كثير من الرجال بتلبس الجلبية This is the long white robe ده رداء اسود أو رداء ابيض طويل That's very popular وكمان ده محبوب وشعبي هنا Yes I have seen it It looks really cool to wear نعم أنا شفتها وشكلها رائع Yes It's cool نعم إنها رائعة Because it's made from cotton لأنها مصنوعة من القط It's usually white دائما بتكون بيضة But you can get other colors ولكن ممكن تحصل على ألوان أخرى أيضا The sleeves are long الأكمان طويلة So we don't get some burn عشان كده إحنا ما بنصابش بحروق الشمس Thomas Are there pockets هل فيها جيوب pockets Yes But they are hidden ولكن hidden مخبعين جيوب مختبئة You can see them from the outside ممكن تشوفها من بره You can't عفوا لا تستطيع أن تراها من الخير Do you wear جلبية When you are celebrating A special festival هل بتلبس الجلبية لما بتحتفل ب special festival مهرجان خاص We do and the clothes we wear for it بنعمل كده في مناسبة العيد For example على سبيل المثال Are very beautiful They can be colorful ممكن من الجلبية تكون ملونة Sometimes أحيانا There are beautiful patterns بيكون عليها نقوش رائع Thank you Faris That's really useful شكرا يا Faris ودي حاجة مهمة I have got دي بتقول I have got Strapped dress Strapped dress يعني فستان مقلم مقلم كده يعني في خطوط كده I wear it to celebrate شام النسيم بلبسه علشان احتفل بشام النسيم My favorite thing شيء المفضل is my sweater هو السويتر بتاعي It's blue and it has pocket لونه أزرق وفيه جيوب الجيوبة هي I wear it when I travel بلبسه لما بسافر هنا عندي infinitive of purpose يعني المصدر للغرض بنستخدم طول المصدر للتعبير عن الغرض عشوف كده مع بعض لما بقول لك مثلا لماذا ذهبت إلى المدينة هتقول هنا معناها لكي تشتري يبقى أنا بستخدم طول المصدر عشان أعبر عن الغرض هنا كمان عندي زمن الماضي البسيط شرحناه كتير وهنشرحه تاني مع بعض إن شاء الله الماضي البسيط يتكون بإضافة دي أو اي دي أو اي اي دي للفان زي فيها فعال غير منتظمة بقى لازم نحفظها زي وانتي بناخدها كل درس الاستخدام بستخدمها عشان عبر عن حدث بدأ وانتهى في الماضي الكلمات الدلة في الماضي وان واجب تاريخ قديم شهر الماضي العام الماضي طيب إذن في الجملة بيجيب الفاعل بعد الفاعل بعد المصدر يعني الفاعل بدون إضافة زي مثلا اي دي اي دي اي دي انا لم بلي ألعب كيبت المصدر هو فوتبول يسر دي ملعب تشكرت القدم أمس مرحبتش حدثت الحيوان الاسبوع الماضي سؤال بهل هنجيب ديد في الأول بعد ديد الفاعل بعد كده المصدر زي مثلا ديد يو سي ديد اهي الفاعل يو وسي يرى يبقى هال رؤيته يو فرينز يسر دي نجاوب يس ونحول يو إلى آي يس آي ديد نو آي ديد السؤال بداية استفهام هنجيب أداة الاستفهام بعد كده ديد بعد كده الفاعل بعدها المصدر زي مثلا ليه روحت حجرة النوم روحت حجرة النوم عشان أنام هنا عند اختر الكلمات الصحيحة نمبر وان زهبت للمكتبة آه تو بورو علشان استلف يبقى تو بورو لكي استلف كتاب يبقى هنا استخدامت طول مصدر عشان عبر عن الغرض نمبر نجي استخدامت قلم عشان تكتب مقالها يبقى هنا استخدامت طول مصدر عشان عبر عن الغرض برضو لان انجي استخدامت القلم لكي تكتب مقالها نمبر صري. اشترح عقيمة جديدة عشان اخدها في لجازة. ملك بتبتدي نظرتها علشان تحمي عنها. بس ما بس ما رحت النادي لكي تلعب تنس. عمر لعب تنسي. طبعا هنا اختار ياسر دي ولا نيك السويك ولا تمرو غدا. هو هنا بلاد لعبها في الماضي. انا عايز كلمة تدلو على الماضي. الكلمة اللي هتدلو على الماضي هنا هي امس. زهبت للمحل علشان اشتري بعد الخبز. بعدها الفعل في المصدر. طبعا نختار علشان بيجيب المصدر يعني الفعل بدون اضافة. طبعا هنا في ياسر دي وبقى الجملة في الماضي وبقى ده سؤال في الماضي. مساء في الماضي بدد. نمبر تن. حازم طيب هو زاكر علشان يحصل على الدرجات جيدة. انا هنا ما تفعش قال له ليه? علشان لو انا عندي في زمن المدارة طبعا تفعش لما يكون الفعل مفرق وتخطي. اوكي? تعال بقى ننزل على انشطة على الدرس التاني من الواحدة التالتة للصف الخامس الابتداي. اتمنى يا حضرات لو انت بتشوف الفيديو دلوقتي وعجبك الشرح واستفدت مني بتشتريكلي في القناة وتفعل زر الجرس. ولو امكان كمان فضلا وليس امرا تشاير لي فيديو او تعمل لي بوست عال فيسبوك حلشان نوصل لكل الناس. اوكي? hi, i am be listen to hi i am heba. i'm good at writing poems i bad at playing chess my brother ali is great at playing football. he's bad at drawing. my mother is good at making cakes. طبعا هنا احنا قرينا حاجة غير الموجودة. فاعة نقرر من أول كده مروة is wearing a spotted dress with a belt. there are two pockets in it. Reem is wearing a costume. she looks like a princess. she has a crown on her head. مروة is wearing a striped dress. مروة لبسها في ستا المقلم. طبعا خطأ. احنا قلنا a spotted. يبقى هنا جملة false. there are two pockets in marwah's dress. في جبان في فستان مروة. هنشوف كده مع بعض. طبعا true. صحيح. Reem looks like princess. Reem زي الملكة. طبعا true. صحيح. سؤال تاني. choose the correct words. I bought. انا شتريت some some sunglasses. شتريت نظارة. آآ two year علشان نلبسها on holiday. هنه بستخدم to the mother عشان نعبر عن الغرض. نمبر two. we went to the park. ذهبنا للحديقة to play with our friends. عشان نلعب مع صدقان. نمبر سري. hasem studied hard. حازم ذكر بجد طبعا to get good grace. عشان يحصل على درجات جيدة. نمبر four. طارق buy boat buying a racket yesterday. يصردي تدلله على الماضي يبقى هنا نختار boat. يعني اشتره. اوكي. نمبر فايف. باسل. take his leg back the last week. الاسبوع الماضي. يبقى الاسبوع الماضي. يبقى هنا. didn't take. didn't take. read and match. اقرأ وابصل. the sleeves of the. اكمام اي. are long. طويلة. يبقى جلبية. are long. اكمام الجلبية طويلة. يبقى هنا خدنا. she is wearing a. هي ترتدي a. spotted dress. فستان. منقط. معا بلت. حزام. I bought a suitcase. اشتريت حقيبة. to take on holiday. عشان اخدها الاجهزة. she left the party. غادرت الحفلة. to catch her train. لكي تلحق طارها. so I reorder the words to make correct sentence. قعدت تطيب الكلمات لعمل جوما صحيح. سؤال اول. I went. انا اوكي. حطينا فلسطوب. number two. naira. naira. left the party. غادرت. left. يعني غادرت. الماضي من leave the party. غادرت الحفلة. ليه? to catch. علشان تلحق. to catch the train. لكي تلحق بالكطور. وبقى هنا استخدام تطول مزر عشان اعبر عن الغرض. اوكي. number three. she went. ذهبت. to town. الى المدينة. to buy. لكي تشتري. to buy address. علشان تشتري فستان. اوكي. بس حضرات كده خلصنا listen to. الدرس التاني من الوحدة التالتة من كتاب الباهر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.